في ختام أعمالها اليوم بالمنامة بمملكة البحرين دعت قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة أو القادة بمملكة البحرين إلى موصلة الاستفادة من مؤسسة محمدنا السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمدنا السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ورحبت القمة في القرار المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا وفي نفس السياق شدد القادة العرب في القرار ذاته على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكينات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية بما في ذلك أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية ورفضي كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهاء أو طلب للفدية من منطلقي قناعتهم بأن تلك الكينات المسلحة الخارجة عن الشرعية تشكل تهديدا على أمن الدول الأعضاء واستقرارها وسلامة أراضيها